السلام عليكم سوريا تستمر بتحقيق الانتصارات على الارض وفلول اسرائيل يتخبطون فيما بينهم فلم يفدهم لا تفجير بسيارة مفخخة ولا غارة اسرائيلية لان الصمود والتكاتف هو وحده من يصنع النصر والسوريون اهل لذلك الحدث السوري طرق باب الجوار وانتقل عكسيا وارتداديا وممولوا الارهاب مستمرون في غيهم ولبنان والعراق ومصر يدخلون الزوبع مشاهدين الكرام اهلا وسهلا بكم في حوارنا لهذه الليلة الذي استضيف به الاعلامي سالم زهران مدير مركز ارتكاز الاعلامي اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا بك اخا سيل طبعا الملف الاول الذي اود ان افتحه الليلة ملف المهجرون السوريون طبعا لاحظنا قبل ان ادخل الستوديو كان هناك فيلم وثائقي انتجته الاخبارية اثار زوبعة اعلامية هناك عدب من المهجرين في عدب من البلدان المجاورة وفي لبنان جزء منهم جزء كبير ذهبنا الى بعالبك ولاحظنا واستطعنا عدب من ارائهم والصورة كانت تتكلم برأيك هذا المطلوب من هؤلاء اليوم لا يجب ان يكون لديهم دور في العودة الى الوطن والزوبعة الاعلامية التي اثيرت لماذا؟ انا كنت اتمنى ان لا تضع مصطلح الزوبعة في سياق هذا السؤال وهذا الكلام فالزوبعة بالنسبة لي شخصيا هي شعار وهي علام كما هي شعار بالنسبة الى كل السوريين القوميين الاجتماعيين في هذه المنطقة وفي هذا العالم لكن هذه العبارة والدلالة هي من عبارة تقريب وجهة الظنور اما في موضوع ما رأيناه في حكاية ألم لزاملتنا رانيا الدنون يعطيها العافي وبعتقدها كانت عم تقوم بمخاطرة اكتر ما كانت عم تقوم بعمل صحف لانني اعرف ان بيئات الموجودة فيها للأسف تلك العائلات المهجرة هي محصنة بالعديد من العصابات ومحصنة بمجموعة من افراد الجيش الكر في الاخبارية السورية ومنذ اشهر طويلة تحدثنا يا اخي حسين وانا شخصيا عن موضوع النازحين والنازحات وقلت على مسئوليتي في ذلك الوقت هل يقبل السوري بان يرى السورية تباع وتشترى كما لو انها في سوق الخناسة قامت الدنيا ولم تقعد طبعا هناك صور صورناها لم نعرضها لانها قاسية قامت الدنيا ولم تقعد علينا اليوم اليوم في الاردن بيلي تليغراف لا الاخبارية ولا قناة المنار ولا الانبيئة وقناة المقاومة ديلي تليغراف عم بتقول سعر السورية القاسرة لعمرة 13 سنة للزواج للسعودية 50 دينار ديلي تليغراف وهذا الحكي صار مثبت هومن رايتس واتش عم بتقول السوريات بمخيم الزعتري بالاردن للبيع والشراء واحد بالاردن للبيع والشراء النساء لصالح الخليج وصار فيه شعار شعبي راح نقوله على الهواء والناس بعتقد صارت بتعارفوه بدك زياجة بلا فلوس روح تزواج سورية تفضل وكل الوقت عم بنظروا علينا ملك الاردن وعدد كبير من الفريق الاردني نحن مع حقوق الشعب السوري شرف ساعد الشعب السوري موجود عندك بالخيم واحد اثنان كمان الحق ع هاي الناس ونحن سبق وقلنا لهم بالمصري اللي بيطلع من داره يتقلم داره وقلنا لهم هذا الحديث انت نهارك اللي قررت تطلع من بلدك بدك تتعرض لهيك بقلك شو الحل انا بقلك شو الحل انا كنت موجود بطرطوس من اسبوع وشفت العائدين العائدين اسمهم داخل طرطوس بحياة كريمة بمؤسسات بفناظق بقتلات بمدارس في اكتر من 420 الف عائد سوري في طرطوس وهناك مركز كثير الايواب موجود على طول المحافظات الامنة مفتوح لقلن اكتر من 3 مدارس خاصة فيهم وبأسادي سوريين وشنطة ببلاش وكتب ببلاش وخبز يومي ببلاش وهيدا واجب الناس ونحن قالنا بالمباشر للمحافظ وللمسؤولين وللأخوة وانا كنت سعيد ان الدور الاكبر ليس للمسؤولين الرسميين وحسب بل ايضا الى الفعاليات الاهلية ويراد اهلنا بيقبلوا ان نسميهم ممكن نسميتلك العشرات من اللي بيشيروا مجيبتهم اللي يدفعوا لهؤلاء العائدين لا النازحين ولا اللاجئين ولا المهجرين لانه حتما سيعودوا الى حلب والى حمص والى الحسك والى دير الزور حتما سيعودوا الانسان بوقت اللي بيختار انه ينزح ينزح عنا بتفي تجربة لبنان الناس نزحت انا جدي نزح من ضيعة اسم المجيدية بجنوب عبيروت عالكارنتينة وبي بفضل المجرم سامير جعجع نزح من الكارنتينة على الساحل وانا عم حضر حالي لحركة نزوح جديد بالحرب اللي جاية طبيعا الناس تنزح طبعا سوف الانويات بالارضن انه للبيع للشراء النساء السوريات وعا السعودية تصدير وعم بتعرض لعمليات تصب بتزوجها بعد شوية بطلع ورقة مضروبة بشغلها بالدعارة بتركيا تفضل هات بده حريا ان شاء الله تاخدها الكاميرا تفضل بتركيا الصورة طبعا عارف اذا الناس فيها وعم بتشوفها هؤلاء مجموعة من الهاربين من سوريا الى تركيا يتهافتون ليقبلون يد اردوغان الذي يضحط ويبتسم عم يتدافعوا لحتى يقبلوا يد اردوغان هات بده حرية لا يمكن ان ينادي بالحرية العبد الزليل العبد لا يستطيع ان يطلب الحرية هذا عبد يقبل يد عبد اخر الامريكي والعبد لا يستطيع ان يعيب على سوريا وعلى اسد سوريا مناديا بالحرية ها بده زل في نوعان من النازحين في نوع ذهب تحت القهر والطرب العامل الجغرافي اندفش لبرا بس في نوع زليل هذا المهجر في نوع زليل في نوع زليل لا يستحق ان يبقى في سوريا يستحق ان يقبل يد اردوغان وغير اردوغان كفي انا وياك بلبنان ايه مظبوط ساقبة انت رحت عبالبان في قرى وانا مستعد هل على الهواء بلش سميلك ممنوع على السوري التجول بعد الساعة التاسعة مساء الا بورقة وازم من شرطة بلدية هذه القرى مع الخبر طيب لماذا يعامل السوري بهذه الطريقة حقه وبيستاهل وخرجه منيح هاي منيح انا عبركيك يا اخي حسين 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 بلا لفه بلا دوران انا اشتغل بملف النازحين وزعت مساعدات في مركز الارتكاز الاعلامي بمنطقة الساحل لحوالي ستمية عائلة طيب هالعيال عملناها لجرد وعملناها لحديث طبعا اجد بجاو وصار بجاو تاني بعد الزل هاي عيال انا بسميلك جوامع وامة مساجد ببيروت وقفوها على المنبر وبيارضوها للبيع تحت عنوان الزواج هات زواج هات هدا بيع طيب حلك ايش حق عليه اللقطة اللي موجودة اللقطات اللي عرضناها بالفيديو اللي انت عم تشوف والناس اللي عم يشوفوا هاي 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 جزء من مية يعني كهوف تحت الارض لا يوجد فيها اي مقاومات الحياة وفي طرطوس انت ذهبت وشاهدت كيف يتم موجود الناس عملت يا خير اسميلك حديقة حديقة اوتال مريديان مفتوحة لهؤلاء الناس العائدين المدارس مفتوحة الشليهات على البحر مفتوحة مؤسسات مفتوحة طيب يعني ماذا نقول لهاؤلاء المهجرين شبيبي مفتوحة شو بنقول المهجرين شرّف يرجع عبلده راحت عملت مبادرة وزارة الدخلية السورية وشرعت لبواب قال كل فالبلا وراء شرّف يرجع السفير السوري في لبنان اخونا الدكتور علي عبد الكريم عليه فتح أبواب السفارة وانا عم بخبرك ولا مرة رجعنا السفارة وقالنا له في حالة حدا نضيع وراء حدا ما عنده جواز سفارة حدا نصار معه شي قلت لك انت عم تلبي ليش بيقبل ينزل بلبنان وبالأردن وبتركيا وما بيقبل يعيش حياة كريمة ببلده اتنام بلبنان في شي لازم نحكي على الهواء في سبعين ألف عامل سوري يعملون في لبنان قبل الأزمة اذا كل واحد من هو أولاء العمال راح جاب مرته وولاده وعايلته عم تحكي سبعين ألف ضرب أربعة عم تحكي انت عن أكتر من مئتين واثمانين ألف هاللي عم بصير بيكون نطول ببنائي بروح بيجيب عائلته بحط حده وبيستفيد من هالمساعدات مركز اللاجئين بمنطقة الرمل البيضاء هلأ بعطيك الرقم أنا اتصل على الهواء بيقلك تعب بعد خمس شهور الناس اللي خرجت بزروف قهر خلصت زروف القهر طيب بتركيا لحظ ما قبل لا يصير الموضوع المهجرين والمخيمات التي انفتحت الأتراك جابوا مخيمات فاضي ما فيه شي يعرضوها على التلفزيون ان هاي مخيمات لاستيعاب اللاجئين السوريين بعد فترة الصحف التركية نقلت انه هنالك مسلحين يتم اعدادهم وتدريبهم بطريقة معينة من اجي ارسالهم الى سوريا وهؤلاء المسلحين موجودين داخل هاي المخيمات هؤلاء وتلك المخيمات الهدف منها الوحيد والاساسي هي معامل لتصدير الارهاب بلبنان سبقوا قلنا فيه 512 طفل هلأ صاروا 527 طفل موجودين بالترابلوس هم ولدوا في لبنان وهم من اباء وامهات سوريين رفضوا اللي عم يطعمون وشربون يخلون يسجلوا أساميهم بالسفار وياخدوه وياخدوه هذا بكرة بيكبر شو شغلت وعملت انت تصنع ارهابي على الطريق الصهيونية الصهايني هاك عملوا بجماعة لحد سكروا عليهم الشريط وضبوه وصاروا يعدوهم يحضرون ليكونوا عصابات قادمة بتركيا ومبارح كان مؤتمر بالكوات مليار ونص دولار شرف فرجيني وينهم لبارات العربية المتحدة 300 مليون دولار السعودية 300 مليون دولار لكوات 300 مليون دولار شرف فرجيني وين ها المصاري شو اللي تغير ها المصاري راحت لجيوبهم خليني افتح ملف ثاني طبعا أنا عندي أكثر من ملف ولكن ملف مهم باعتبارك لبناني ومطلع الوباء حنيك يعني حذرنا منذ كثير من في كثير من الأوقات وكثير من المحللين والسياسيين قالوا بأن العصابات الإرهابية تتجمع في لبنان في مناطق الشمال وهناك ارتداد سوف يكون في المستقبل قريب وحرب على اللبنانيين وحرب أنت تقول أنها سوف تبدأ قريبا أرسال حجوم على الجيش اللبناني استشهاد عذب من الجنود وإلى الآن الناس تقول أن رد الفعل هو رد خجول من اللحظة الأولى وأنا سعيد دائما بتصريحات السيد لوفروف وزير خارجية الروسي لأن للأسف نحن عم نضيع البوصلة بكثير من الأوقات دائما لوفروف وآخر تصريح مبارح عم بيقول لا يمكن أن نتغافى أن هذا الربيع العربي هو مستنقع وهو فاخ وهو ليس ربيعا نحن دائما نقرى المشهد بجزئية من هذا الخريف العربي ولا يمكن قراءته إلا ضمن هذا الإطار من اللحظة الأولى قلنا يا أخي حسين هذا ليس ربيعا هذا خريف والمشروع هو مشروع تقسيم وتفتيت المنطقة ومن بعدها كل العالم إلى كونتونات وإمارات صغيرة وقلنا مش مظبوط بدن يعملوا دولة ثنية ودولة علوية ودولة شعية ودولة درزية لا بدن يعملوا إمارات وأحياء وضيع صغار وعبارة تنسيقيات مش جايب الصدفة مش جايب الصدفة أنت بتعرف طيار مستقبل بلبنان شو تقسيمه الإدارة شو تقسيمه منصقية شو هالصدفة شو هالصدفة لأنه اللي يسمى هالعسم هو نفسه اللي يسمى هذلك الاسم نفس المعمل اللي عمل الثورة البرتقالية بالألفين وأربعة هو نفسه هو ذاته اللي عمل ثورة الفجل ثورة الأرز باللبنان وهو نفسه اللي عمل الربيع العربي هو نفسه اللي عمل ثورة السلج بروسية وفشلة هو نفسه اللي عمل ربيع طهران وفشل وسيفشل هذا القريض في سوريا حتما شو المشروع؟ مشروع إمارات صغيرة وضايقة إمارة بعرسال وإمارة بصيدة وإمارة بترابلوس وبعد شوي بتتوت إمارة بقلب الإمارة بالتباني وإمارة بأبو سمرى إمارات صغيرة الجيش اللبناني لا يلام أنا اليوم شفت موقف قائد الجيش العماجة القهوة هو موقف مشرف في أمر اليوم بالنعم هذا السلفي هذا الوهابي هذا الوهابي نجيب مئات لربط الجرفات بيطلع بوزارة الدفاع بيقول الناس عم بتقول هيك والجيش عم بيقول هيك لا مش مزبوط لا يتساوى المغدوره مع القاتل ولا يمكن أنك تساوى الجيش اللبناني بهؤلاء القتل المجرمين يعني سياسة النائب النفس اليوم وصلت إلى لبنان وصلت صفكة الدم الجيش اللبناني في انغماس بالنفس إلى أبعد الحدود في المشهد السوري طيب ليش ما تكمل الجيش؟ على رأس الجيش تتصرف وفق المؤسسة السياسية الناس في سوريا محظوظة أن هناك ثقف سياسي تسمه الدكتور بشار الأسد هو ثقف وطني وقومي وجهادي ونضالي يلتزم به الجيش العرب السوري الجيش الوطني في لبنان للأسف اليوم العماجة القهوة جيه رفع السقف أعلى من السقف اللي رافع رجيب مقاتل اللي هو رئيس حكومة اللي مفترض يكون سقفه أعلى لا يحمل الجيش الجيش اللبناني يا أخ حسان يتحرك وفق أوامر وزير الدفاع الذي يتحرك وفق أوامر رئيس الحكومة والحكومة خليني بالعماد قهوة جيه اليوم شو قال قال إن الهجوم على دورية الجيش اللبناني في عرسال جريمة ارتكبت عن سابق تصور وتصميم وأن تطاول على الجيش خيانة وطنية ولن نسكت عنها طيب بدي أعرف هاي ولن نسكت عنها إذا المؤسسة السياسية ما عم تعمل هلأ أخذوا شاحنتين سلاح شاحنتين سلاح جزء منه مكتوب عليه مادن إسرائيل صناعة في إسرائيل شاحنتين سلاح كانوا موجودين داخل أوقار تابعة للجيش الكر وأنا رح بشتك على هو في أكتر من مئة وخمسين مسلح سوف يتم إنقاء القبض عليهم في عرسال عاجلا أم آجلا هالمرة ما في مزاح هالمرة ما في مزاح أنا عبد لك هالمرة جديا ما في مزاح بالرغم أن تختلف عنه في هيبة الجيش وكرامة الجيش نحنا لدينا أصدقاء وأخوة في الجيش اللبناني في مديرية الاستخبارات وفي مؤسسات الجيش ووحدات الجيش اليوم العسكري اللبناني يشعر بالإهانة في الصميم ويشعر أنه مغدور في قلبه أنت بتعرفوا للرائد مش علانة تعرف ضيعة المريجات أنا هذه الضيعة بعرفها وبزورها وعندي فيها أصدقاء وأحبها من العميد وليد زيتوني وغير العميد وليد زيتوني في جرح نازف اليوم في جرح حقيقي ونازف بأيار طلع فارس السعاد وبأيار طلع إليه ماروني وبأيار طلعت جوءة 14 الشهر على عرسال توقف حد هذا الإرهابي علي الحجيري رئيس بلدية عرسال اللي مفترض أن يكون بالسجن واللي ما كانه طبيعي السجن عاجلا أم آجلا عرسال وبرأيي الشخصي حل متنين إما يدخلها الجيش اللبناني مطهرا وإما أني أرى الجيش العربي السوري كما أراد يدخلها مطهرا طيب شو بيصر الجيش العربي السوري إذا بدوا يدخلوا بلبنان وسوريا؟ حقه بالأمنون الدولي إلو حق الجيش أي جيش بدل العالم أن يتقدم 8 كيلومتر إلى حد 12 كيلومتر إذا كان هناك خطر على سيادته وأنا مستغرب لشنا هلأ ما استعملوا هذا الحق بعرسال مش عم يطلعوا ينفزوا عمليات بعرسال مش احتجزوا 11 عنطر من قوى الأمن الداخلي والجيش وشلحوا هواياتهم قبل بمرة ونكلوا فيهم بعرسال من حط الجثامين الشهداء الأبطال على ظهر السيرات وصار ينبرموا يلف فيهم أنا ما بزنق الأهلنا بعرسال سؤال بدي جابني بصراحة أنا بعدل لك الآن المئات من البعثيين داخل عرسال والمئات من السوريين القوميين الاجتماعيين والمئات من أنصار السراي اللبناني لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي في عرسال للأسف في عصابة جزء مننا لبناني مرتبط 14 شهر والمستقبل وجزء مننا مرتبط بالجيش الكر موجود داخل عرسال سؤال وجابني بصراحة قادر الجيش اللبناني اليوم يدخل على عرسال؟ في غطاء سياسي سوف يتوفر له داخل حكومة لبنانية؟ قادر شيء وفي غطاء شيء قادر نعم قادر وحتما قادر وأنا عم بقلك على الهواء أنا أعرف ضباط كبار جدا 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 في هذا الجيش قالوا وأبلغوا قيادتهم أنهم مستعدون أن يكونوا على رأس حملة المداهم إلى عرسال ضباط كبار القرار بيد الجيش نعم قادر القرار بيد نجيب مئاتي الوهابة لا الجيش مش قادر مين الأقوة؟ سياسينا مع عسكريا؟ للأسف باتخاذ القرار؟ بحاجة لقرار سياسي ما رح يدخل؟ أنا بأعتقد حتى لو لم يدخل عرسال سوف يكون هناك تطهير سواء استخباراتيا أو عسكريا أو لجيستيا هذه مشروع الإمارات الصغيرة لن ينتهي إلا بدربة كبيرة دائما كنا نقول الحرب على الجيش السوري هي نفس الحرب على الجيش اللبناني والذي قاتل الجيش اللبناني في نهر البارد هو نفسه المجرم الذي يقاتل الجيش السوري اليوم وهذا الحميد قالد الحميد المجدم المكتول شو شغلت منصق في جبهة النصرة وأنا معك يا أخي حسين التصر في جبهة النصرة بلبنان مربع حطين بعد أسبوع من الحلقة شفنا كيف عم بيحتلوا مراكز داخل المخيم وفي مربع حطين تحديدا جبهة النصرة موجودة في لبنان وعم بتحضر خمس هلاف عسكري لكي قريبا ينفزوا عملا أمنيا كبيرا عندك حلم اثنان هي نقصت فيها الحرب اللي عم تقول بلبنان طبعا عندك حلم اثنان أو بتستبق وبتروح تضبهم بتحطهم بالسجون أو أنك تنطل القضاء والقدر اللي بس يجي رح تروح فيه طبعا على حرب كبرى يعني يجيك واحد يقول لك سالم زران أي سجون هاي رومي عم موجود فيه سجون لا 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 خدمة خمس نجوم ويصدروني لا سجون أنا مع سجون في الشرطة العسكرية بزارة الدفاع مطرح مكان المجرم سمير جع جع أفص بطابق ثالث تحت الأرض هذا مكانهم طبيعي وبعدين عندك حلان يا حسد أو بينتصر مشروع الوحدة وين مشروع الدولي القوي العزيزي الكريم اللي عصب الجيش أو نذهب إلى الدولات والإمارات ولا يمكن يعيش المشروعين مع بعض أمير دارية وأمير تباني وأمير مدروان لا يمكن أن يتعايش المشروعين مع بعضهما البعض ولا يمكن واللي بيقلك فيه تسوي بين هؤلاء المشروعين غلطان ومشتبه الأمر عليه لا يمكن أن يكون هناك تسوية بين القاتل وبين المقتول ولا يمكن طيب لبنان وين رايح باعتبار أن هناك توتر سياسي إضافة إلى وجود الإرهابيين وتوتر أمني آخر بصراحة بصراحة فيه قرار دولي بتحييد لبنان عن مسرح العمليات وعما يجري في سوريا لأن لبنان هو غرفة العمليات التي تدور من خلالها والتحرك كل عمليات الاشتباك قرار دولي أمريكي قصدك قرار دولي أمريكي أوروبي وأنا عم بلغك على الهواء جاء الوفد أمني أمريكي رفيع على بعض قادة الأجهزة الأمنية في لبنان وسألوا سؤال الانتخابات توتر قالوا توتر قالوا إذن لنؤجل المطلوب اليوم أن يبقى لبنان في الثلاجة هم يحلمون بالانقضاض على سوريا الأسد وعندما ينقضون على سوريا الأسد نحن في لبنان الطيار القومي نسقط حتما نسقط حتما نسقط لبنان قريب إلى السقوط برأيك؟ المنطقة تقترب المسافة وتضيق فيها بين الخيارين الخيار الأول المواجهة الكبرى والخيار الثاني التسوية الكبرى التسوية كما قال الرئيس الأسد بالأمس لن تكون مع المنطقة أيديهم بالدماء ولن تكون مع المجنمين من قتل نعم تسوي بالمعنى السياسي مع مختلف الشراح الاجتماعي صح تسوي في لبنان والعراق والأردن وفلسطين وسوريا نعم ما هي تسوية المنتصر بالدم لا تسوية العبد الظليل مثل هو العبيد لمباو سويدان أردوغان نحن في موقع يقترب به وتضيق المسافة بين خياري الحرب الكبرى اللي حيكون الأساس فيها استلاح الصاروخي مش الناس ولا المشات ولا المدرعات استلاح الصاروخي الكبسات لزرار وبين خيار التسوية الكبرى التسوية المنتصرة للخيار القومي طيب لديك صورة عن ملف مهم أود أن نفتح الآن العدوان الإسرائيلي على سوريا طبعا كنا دائما نتحدث بأن هناك ذراع عسكري لإسرائيل لدولة الاحتلال لكيان الاحتلال البغيض يمارس عدوانه ضد الشعب السوري والجيش السوري اليوم هناك تصريحات بأن هناك ربما الصورة التي لديك معبرة أكثر يعني في هذه الصورة عندما يتبنون في أكثر من الناسبة شاهدنا في دومة أو في كثير من المناطق أنهم يضربون بالتحديد مراكز المحوث العلمية والضروع التي تستخدم في المقاومة ويمكرون وتمكرون والله خير الماكرين عندما كنا نقول أن هذا مشوع إسرائيلي وعندما كنا نقول أننا نقف مع الرئيس الأسد لأنه رأس حربة المشروع المقاومة في مواجهة إسرائيل كانوا يقولون علينا هؤلاء مطالبين بالحرية وأنتم تفترون عليهم وكنا نأتي بالشواهد تلوى الشواهد عن التشابك بين المشروع الصهيوني الإسرائيلي وبين هؤلاء ورح نحكي لحادثة مثل مصارت طيب أنا مشترك بخدمة بعتقد الناس بتعرفها على الآيفون اسمها أخبار سوريا وهي تبث أخبار الجيش العربي السوري والموالات وتبث أيضا أخبار الجيش الكر والمعارضة ساعة وشاء الله يعني أنه ننتبهنا كبرنا الصورة لأخذناها عن التليفون بتلتين ستطلب من الكاميرا أنه تكون مع الساعة سالم بتلتين واحد 2013 فيها الناس تطلع فوق على التليفون على الساعة وفيها تطلع على ساعة بث الخبر ساعة بث الخبر كانت الساعة 3 فجرا وتسع ثواني وتسع دقايق وأربعة وخمسين ثانية أنا أخذت الصورة ساعة 3 و 38 أم طيب شو عم بتقول الصورة وأنا بصراحة أخذت عملت قبي للخبر وكنت معتقد أني رح عوزه بغير شي طيب نقل الخبر ورح نقول شو اللي كنت أعيد تحكي فيه يقول الخبر أجاريت الهامة يعني شبكة أجاريت المعارضة الهامة ريف دمشق نقطتين قامت كتائب الجيش أنا ما بطلع معي الكلمة فيها الناس تقراها باستهداف مركز البحوث العلمية في الضاحية البحوث في جمرايا الذي يشرف على عمليات تطوير الأسلحة الكيموية والعسكرية بعدة صواريخ أدت إلى نشوب حريق ضخم داخله هذا الحديث بالفجر واتمنى ياخدوا فوق راس الخبر طبعا أنت ماخد الخبر الساعة ثلاثة وثمانية وثلاثين دقيقة فجرا فأنا في الصباح الساعة تقريبا سبعة ونص صباحة بتلقى اتصال قبل الاتصال ليش أخدت الخبر؟ أنا أخدت الخبر بصراحة أعتقدت أني في المقابلة القادمة على الإخبارية وغير الإخبارية أريد أن أقول لشعبنا ولأهلنا السوريين أنظروا إلى هذه العصابات وإلى هذا الجيش الكر الذي يستهدف مراكز للأبحاث وهو نفسه هذا اللي قتل واللي قتل سمير الرئي واللي قتل نبيل صغيب واللي قتل عيسى عبود هذا الشاب اللي عمره 27 سنين اللي اخترع أكثر من 50 اختراع مسجل بالولايات المتحدة الأمريكية وبفرنسا اختلوه بحمد كنت أريد أن أقول هذه الفكرة ما صار الأحداث صرنا بغير شي ساعة تقريباً سبعة ونص صباحاً متلقى اتصال من أحد الزملاء العاملين في وكالة روتل يسألني هل حصل غارة إسرائيلية على دمشق قلت له أنا موجود في بيروت ليس لدي يعني أجريت اتصالها ببعض الأصدقاء لم يحداً عندي جواب ساعة عشرة نفس الصديق أجاب قال لي لقد استهدف مركز البحوث في جيمرايا تذكرت هذا الخبر وعدت إليه على تليفوني وأنا مخاف إذن يا أخي حسين هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن هذه المعارضة هذه المعارضة تنسق مع الإسرائيلي لحظة بلحظة أو بمعنى آخر تأخذ ومرها من الإسرائيلي بلحظة بلحظة الإسرائيلي عمل غارة راح هو يغطاها اعتقد أنه الناس مش رح تعرف فيها واعتقد أنه الجيش العربي السوري مش رح يمتلك الجرأة يحكي عنها واللي قاعد ينظر أنه خي آه كيف آه نعم فاتت الطيارة أو مجموعة سرب الطائرات الصهيونية من فوق دير العشائر والناس ببيروت وأهلنا بلبنان وأهلنا بدير العشائر سمعوا حجم الطيران اللي كان كله نهار عم بحلق دخلوا ما بين السلسلة الغربية والشرقية من دير العشائر لجمرايا 11 كيلو متر ونص المدة روحة رجعة لتنفيذ العملية الدئتان وثلاثين ثانية طيب فقط أنو بينما طائرة أيوب بينما طائرة أيوب جميل بينما طائرة أيوب 58 كيلو متر وأنا قلت وأنا مصر وأنا أعيد في سوريا وفي الجيش العربي السوري هناك من اخترع الطائرة بدون طيار وأنا مصر على أنها صناعة سورية الإيران يطور يمكن المقاومة يطورت أكيد لكنها صناعة سورية مثل ما أدرت سوريا تودي طيارة أيوب وأنا مصر مثل ما أدرت سوريا بسواعد رجال الله في الميدان طير طيارة أيوب 58 كيلو متر فوق فلسطين المعتلة وقبة حددية واحد وقبة حددية اثنين وقبة حددية ثلاثة عادي جدا أن يستطيع الطيران الصهيوني المعادي أن يخترق الحدود السورية 11 كيلو متر ونور بدي أثنين وثلاثين ثانية طيب بس المسعادة مش عادي مش عادي بيجي واحد بيجي واحد عميل يقول أنا اللي قصف إيه أنت اللي قصف وأنت عميل إذن وأنا من هلأ عم بالله كل واحد بيدعي لحوار مع هذه العصابات ومع هذا الجيش الكر هو إذن يدعو للحوار مع الإسرائيلي وهو إسرائيلي في الصميم المش عادي أن تنطر المعارضة 24 ساعة قبل ما تستحي عدمها وتعمل بيان تستنكر فيه المش عادي أن يفوت مراسل قناة العبرية الثانية على دير الزور ويعمل تصريح ومقابلات مع الناس ويقولوا بدنا شارون ع إدلب وع دير الزور دخلوا على القناة الثانية أنا شاهدتوا من أسبوع داخل دير الزور داخل يفطل دير الزور وورا منشعة نفطية طيب هل بعد يوجد ناس تشك بأن هؤلاء المسلحين يتلقون دعما يتلقون أمرهم وتنفيذ عملياتهم من إسرائيل طيب شرف سن داي تايمز سن داي تايمز اليوم بعدد اليوم لندونية عم بتقول إن الخطة الإسرائيلية تقضي بإقامة منطقة عازلة بعمق 16 كيلو متر داخل أراضي سوري خطة إسرائيلية تقضي بإقامة منطقة عازلة بعمق 16 كيلو متر داخل أراضي سوري وذلك بحسب الاقتراح الذي تقدم به مسؤولون عسكريون لرئيس الوزراء بن يمين نتنياهو وستكون على غرار المنطقة الأمنية التي أنشأت في جنوب لبنان وبكف تحت الأمنية سيتم بالتعاون مع القرى المحلية في الجانب السوري يعني جيش لحد لما نالوا أنتوا جيش كر وجيش لحد كان معنى حق هيون جيش لحد اليوم الإسرائيلي شو عم بيقول أنا بد يروح فوت قامل منطقة عازلة 16 كيلو متر وما في داعي يفوت جيش صهيوني جيش الدفاع الإسرائيلي أنا فيني استعين بأهالي تلك القرى اللي يكون جيشا وبتقل لي مش إسرائيلية وبتقل لي حوار ومحوار طبعا كيدي الحوار ليس مع هؤلاء الذين يسفكون الدم وذكرت قبل قليل أن الرئيس قال بأن الحوار ليس مع الأشخاص الذين لم تتلطق أيديهم معمين الحوار يا حسين معمين معمين ما تلطقت أيديه بالدم وبعده قاعد بالمعارضة معتها في شي غلط من يختار أن يكون مع الباطل ما فيه تدعي أنه حق اليوم خلص انتهينا بعد حالس الجمرية انتهينا ما بعش فيه إنه ملتبس الموضوع عليه وخيه مش فهمان وفهمان اليوم ما فيه أما تختار إسرائيل وأما تختار الرئيس الأسد لا ثالث لهما لا ثالث لهما واللي بيعتقد أنه فيه حال وسطي ما في حال وسطي أنا بختلف بين الوحدويين الاشتراكيين وبين البعثيين وبين السوريين والقوميين الاجتماعيين عادي بس واحد بيختلف بين الإسرائيل وبين الرئيس الأسد لا مش عادي ومش مقبول مش مقبول اليوم نحن عم تعاطى مع تجربة تشبه إلى حد كبير جيش لحد وأنا أريد أن أقول لك اليوم هناك خطة في لبنان تكوين جيش تكوين جيش مكوّم من أكثر من 8000 بيناتهم خمس تلاف إنه عبارة عن قادرين على حمل السلاح من اللي نحن نقول عنه النازحين وهن مش نازحين بمعظمهم في جزء منه الأبرياء مظبوط أبرياء يشرفوا يرجعوا مش عضياء يرجعوا عضياء تاني سورية تاني حيكون العصب الجيش الكر باللبنان حيكون العصب جبهة النصرى وحيكون العصب 1600 لحظة دولة اللبنانية العظيمة أعفت عنه وأنا بدي خبرك حادث على الهواء صديقنا وأخونا وحبيبنا أسير محرر موجود دي منطقة الكولة بلبنان بيوقفوا على اليمين شرطة بيعملوا ضبط بيطلع بعيون الشرطة بيلاقي نفسه هو ذاته الذي كان شرطيا عليه في سجن الخيام الإسرائيلي كيف ذلك؟ أعفوا عنه فوتوه على الدرك نعم أدخل عميل بلبنان الحكم شهر شهر هلا في 1600 عميل بيشبه هو العملة لمبسطين وعملين بيان بجمرية باستعدين يشرفوا يقاتلوا ويحضروا خطوط إمتاد إلى سوريا ما هو الهدف من إرسال؟ منطقة عازلة يستطيعون من خلالها نقلة سلاح إلى داخل الأرض السورية وتنفيذ عمليات على حرس الحدود السورية ما هو الهدف من ترابلوس؟ منطقة عازلة في هون يعملوا هيك منطقة عازلة؟ اليوم في منطقة عازلة بإرسال شو فيما يعني بإرسال اليوم؟ اليوم قبل ما يصير هيدا الاشتباك مع الجيش في منطقة عازلة بيطلع واحد متخلف مثل هذا علي الحجاري رئيس البلدية بقل لك نحن ما رح نسمع لحدا نفوت ونحن أمننا الحدود على طول 18 تلو متر اليوم انت مين؟ هو 14 ده؟ ايه؟ شاركي بقل لك تحت الدولة ومشروع الدولة وبناء الدولة والعبور إلى الدولة يلعن هيك دولة إذا هاي الشكل إذا هاي شكل الدولة لكن شكل الدولة وشكل الإمراستان كيف يكون؟ يعني هتخليني أرجع مرة ثانية ويقول لك الجيش اللبناني وين؟ يا خي جيش لبنان بده قرار سياسي طيب إذا الدولة هايك عم تروح إلى مرحلة عم يصير عندك دار موسينا؟ هلأ الجيش العرب السوري إذا ما في قرار سياسي وطني لا سمح الله بيقدر يشتغل وطنيا القرار السياسي موجود الوطني في سوريا ما الله الله بحبك شو ما عمل لي؟ جماعهم مع بعضهم عنا مش مجموعين عنا الله بعثنا نجيب مئاته ولي الجنبلات وهي الأشكال طيب يعني الملف الإسرائيلي ملف العدوان الإسرائيلي على سوريا أخذ طور كبير جداً حتى الإدانات التي جاءت من بعض الدول العربية جاءت خجولة لم تلبي النداء والكل يعلم ما السبب؟ الناس تقول هل نحن قادرون على الرد؟ طبعاً الرد كان موجود في أيوب التي ذكرتها في 2006 في سنة 2000 في 2008 في العدوان الأخير الإسرائيلي حتى على فلسطين أولاً عندما أسقط الجيش العرب السوري وأنا كنت موجود على شاطئ اللاذقية وكان إلي شرف مشاهدة الطيارة التركية وهي تهود عندما أسقط الجيش العرب السوري هذه الطائرة هل ذهبت تركيا إلى الحرب؟ هل ذهبت تركيا إلى الحرب؟ سؤال كل من يعيب على الرئيس الأسد أنه لم يذهب إلى الحرب بعد هذه العملية نقول إليه أنظر إلى أردوغان هل ذهبت إلى الحرب؟ اليوم الجيش العرب السوري بإشتباك داخلي وأنا بعرف 17% فقط من قدرة هذا الجيش تستخدم في هذه الحرب والباقي ذخيرة إلى الحرب الكبرى يلي مش رح تكون مع هؤلاء العملاء الصغار رح تكون مع مع الميناء مع تحرير الجولان لا أحد يذهب إلى الحرب بوقيت القصم لا أحد بالعالم أنا بتقول لي بالعاطمة بقلك الغارة بالغارة والصاروخ بالصاروخ والمركز بالمركز مزبوط بس أنا بكون عم بقرتك خطاب شعبي أنا بكون عم بقرتك خطاب شعبي اليوم الإسرائيلي صار لعنده واضح واضح الكلام العصابات اللي دربها والإدارة لم تستطيع أن تنفذ المهمة وهو يشعر أن تسلية كبيرة تقترب قرر التدخل بيده بروح حرب بن يمين نتنياو عم بشكل الحكومة اليوم وعن بدأ الأحزاب تعرف انتخابات أجد فسايف فسائية وأخذت 31 فقط عضو كنيسة ليشكل الحكومة بحاجة على القليل قمس أحزاب هذه الأحزاب مش عم تقبل تشترك معهم وقت اللي بروح يقول أنا عندي حرب ومواجهة مع سوريا عم بلزم هذه الأحزاب نتيجة معهم بتقل لي شو الأسباب وشو الدوافع أنا بجاوبك هذا أول دفع سياسي له علاقة بدولة الكيانة الغاصة له علاقة ببنية مين نتنياو اللي على حساب المشهد السوري بدشكل حكومة اثنان الإسرائيل يشعر أنه لم يعد قوة استراتيجية من المنطقة لم يعد قوة استراتيجية من المنطقة بوجود كردستان وغير كردستان وقطرائيل هل أنت بشرفك مين أحلى لمشهد الأمريكي قطرائيل ولا إسرائيل طيب قبل هذه النقاط اللي عم تذكرها بخصوص الأدوان على سوريا يعني ذكرت نقطة جميلة بأن هناك أفلاس الأصابات الأرهابية المسلحة على الأرض ربما رفع معنى وياف من قبل إسرائيل ربما تحاول أن تعطي الضوء الأخضر لأمريكا أنه نحن ضربنا وطلعنا وما في شيء الرسالة اليوم الموجودة على الأرض نحن نحقق انتصارات ميدانية وهذا الشيء لا أنا أخفيه ولا حضرتك تخفيه ولا أي أحد يستطيع أن يخفيه العصابات الأرهابية المسلحة مفلسة بشكل كبير جدا جبهة النصرة تتلقى الخسائر وبقية المتحالفين ما أيضا يتلقون الخسائر يعني نحن الآن أين أين وصلنا ميدانيا منتصرون إسرائيل مفلسة قامت بعدوان لأسباب معينة عندما يقول معاز الخطيب أنه مستعد أن يذهب إلى موسكو وأن يذهب إلى الحوار هذا دليل ضعف أو قوة وعندما يكون الروسي يقول كلام واضح في العلان الرئيس الأسد خط أحمر عندما يأتي الرئيس الأسد ويتجول طارة في دار الأوبرا وطارة أخرى يصلي وعلى يمينه وزير الأوقاف الدكتور السيد وعلى يساره المفتي حسون حفظهما الله الإسرائيلي شعار بالمأزق وأنا بكل صراحة وأقسم لك على الهواء أنني حين رأيت الرئيس الأسد يصلي ويحتفي بعيد للمولد النبوي الشريف قلت أن اثنين سوف يتضرران من هذا المشهد وسوف يفعلان أمرا ما الأول الحركة الوهبية وهلا بنحكي ليش والثاني إسرائيل خذيني بلش بالحركة الوهبية اليوم للأسف يا أخي حسين كل الأعلام منشغل بالحديث عن الفتنة السنية الشيعية وأحياناً بيحكي عن موضوع العلوي السني ومنشغل في موضوع الفتنة الإسلامية المسيحية في مصر وحتى للأسف قنوات المقاومة وقنوات الممانعة كل الوقت تصرف جهد لتقول لا الموضوع مش هيك مش فتنة سنية الشيعية هناك صراع كبير في العمق سني سني بين الحركة الوهبية وبين الحركات السطوفية وبين الحركات الأشعرية وبين الحركات الحنبلية والشافعية يعني بشكل آخر حرب بين الوهبية والإسلام وحقلك ليش؟ احتفال الرئيس الأسف بعيد مورد النبوي يؤرق الوهبية الوهابي يمنع زيارة طريح الرسول محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم الوهابي عندما تزور الضريح واتبرد به يدربك على ظهرك وعلى رأسك هذا المسمى المطاوع الوهابي يهدم قبور أهله ويمنع بزيارتها الوهابي يمنع التوسل وأن تقول يا محمد الوهابي يمنع الاحتفاء بالرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بيروت أنا كنت سعيد هناك جمعية اسمها جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية الملقبين بالأحباش هذه الجمعية التي علمتني وعلمت أجيال كبيرة من أبناء بيروت طلالة الوهبية منذ عشرات السنين هذه الجمعية التي اغتالت الحركة الوهابية في قلب بيروت شيخها العلامة الشهيد نزار الحلبي الذي قال في يوم ما في أحدى الاحتفالات وأنا كنت موجوداً يافعاً إن الوهابية أخطر من النفايات السامة ويجب على الدولة أن تفتح هذا الملف للأسف ضباط الاستخبارات السورية كانوا قاعدين أول صف بس ما كانوا عم ينفسوا ما كانوا عم يفتحوا الملف وقاضة الأجهزة الأمنية اللبنانية كانوا ملتهيين بشي تاني بالسرقة وبالنصب وبالاحتيال هناك صراع في ليبيا زاء قرج مظاهرة 30 ألف ليبيا يحتفون بمولد الرسول الأكرم وحصل اشتباك مع الحركة الوهابية اللي هدمت قبور الأولياء الصالحين في تونس وفي ليبيا في مصر في جامع الحسين وفي مقام الحسين حصل اشتباك بين الوهابية وبين الحركة الصوفية وبين أصحاب الطريقة النقشبندية ونحن علماء عنا مؤسرين مطلوب يعلى الصوت كل الوقت نطلع نحن نقول لا السنة أهل والشيعة أهل ما هذا الاختلاف فيه اختلاف آخر شوفوه روح اتفرجوا عليه وهو اختلاف عميق وهو اختلاف كبير وأنا أعتقد أن الرئيس الأسد عندما ذهب ليحتفي مولد الرسول الأكرم لم يذهب لهذا الاحتفاء صدفة أو عن طريق الروتين والبروتوكول إنما أراد أن يقول نحن الإسلام الحقيقي نحن الإسلام الصوفي والحنبل والشافعي والحنفي أما أنتم فتحرمون الاحتفاء بالرسول الأكرم كل الناس علقت على أحمد الأسير لماذا طلع من اسكيه؟ لأنه كان عيد مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجاء ليقول لمعلميه في السعودية أنه وهابي ويحتفل بمولد الرسول وبعض الناس زعلت لما قربنا السرطان بعيد الشبه كما نقول في اللبناني هذا الأسد يصلي ويحتفي وقربه ابن عبدالستار السيد وقربه بدر الدين حسون هذا العلامة الكبير وذاك هناك يمارس التزلج ليقول نحن لا يعنينا محمد نحن لا يعنينا محمد بدك إياه يوالي الرئيس الأسد ما رح يوالي من لا يقبل أن يحتفي بمولد نبيه بده يحتفل بنصر الأسد لا رح يعمل سكيه مش لا يتسلى وجربتهم بلبنان كانوا خاصة بخاصة بالمقاومة راح نعيد الفكرة أنا ولا مرة سمعت حدا قال للأسف راح نعيد الفكرة الأسير ذهب ليمنع مناصرين من الاحتفال بمولد الرسول وليقول لمعلميه الوهبية أنا وهابي مثلكم فيه صراع خفي وحقيقي طيب هاي النقطة الأولى بخصوص الحركات الوهابية النقطة الثانية إسرائيل رجال الدين أنا وقت بشوف بالإخبارية وغير إخبارية رجل الدين بيطلع بيحكي بالسياسة خيال الله يرضى عليك ما تحكي بالسياسة لا بلا بيحكم بلا بيحكم وبيحكم باستراتيجيا وبيحكم مدري شو بعد شو بصير محلن عسكريين رجل الدين بروح يشرف يجيب فيه ضلال الوهبية ويجي يشرح للناس يقول الوهبية يقولوا هاك وهاك 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 فيه كتيب موجود يراجب تلك يا محل مر الماضي مر القاضي بيحكي بين الوهبية واليهودية الصهيونية نسخة طبق الأصل وفيه أحدهم كتب باعتقب موعد البصرة يراجب للمقال مقال عنوانه تعقيبا على مقابلة سالم ظهر على الإخبارية السورية محسن وطيار هجمني انه انا حكيت عن السنية الصهيونية وما حكيت عن الشيعية الصهيونية اخ عداي ان شاء الله بكنا عم تسمع هناك شيعية صهيونية مثل السنية الصهيونية نعم وهناك مراجع وأنا بدي حكي لك ياه على الهواء تم تحويل مليون دولار من السعودية على الكوات ومن الكوات على طهران لأحد المراجع الشيعية الكبرى فقط وصلت لحوالي ثاني يوم طلع سبعائشة أم المؤمنين وثالث يوم سبعائشة أم المؤمنين تم القاء القبض عليها من الحرس السوري بيّن انه المليون دولار جاء من الحركة الوهابية بعث له مليون دولار قال له سب علينا لا يحرضوا الجو لا فيه شيعة صهيونية وفيه سنة صهيونية وفيه مسيحية صهيونية والتطرف موجود في كل مكان والعمالة موجودة بكل مكان واللي ركب على الدباب الأمريكية بالعراق عميل وخائن ومن قاتله هو سوريا ومن قاتله هو سوريا وهو الرئيس الأسد ويمكن لهيك عم ندفع الثمن هلأ واليوم العراقي يدفع الثمن بوقوفه مع حركات مقام ومع إيران باحتضان بعض الجهات للأطراف من السعودية من قطر من تركيا اليوم حتى تركيا يدخل بالشؤون العراقية طبعا سوف أعطي قليل من الشأن للعراق زيارة جليلي الرسالة الأبرز التي لم يفهمها بعض الموجودون في الخارج والله إليك أنا برأيي الشخصي وأنا رح أرجع عيد عبر الإخبارية السورية لمعتقد سوريا بنسختها الأولى بعدها تغيرت اليوم في سوريا ما احترمنا لكل الضباط لا يوجد رجل أمن يمون أن يقول لك ماذا تسأل أو أن يمون علي يقول لي ماذا أجيب لا أحد في هذا العالم في هذا البلد يمون أن يملي علي ماذا أقول أصدقائنا اللبنانيين عدد كبير منهم الصحفيين قال جاي جليلي حضر كيف بدون يضربوا إسرائيل يوضرب إسرائيل بدي يحضر كبير من يضرب إسرائيل بيشوف مع أحترامي علي حيدر واقل الحلقة بدي يحضر كبير من أسترائيل بيشوف علي حيدر واقل حلقة مش مزبوط واللي بدي يحضر لضربة إسرائيل هو الجيش العرب السوري لا جليلي ما احترامنا له ولا غير جليلي جليلي جاء في إطار التنصيق بين إيران وبين سوريا وهذا مضوع من أنه سر فيه اتفاقيات اقتصادية وأخونا وحبيبنا سفير سوريا في إيران عدنان محمود وزير الأعلام السابق موجود وأنا بعرف مش عم يكون معه وقت ممكن حكراسي لأنه كل يوم فيه اتفاقيات وآخر اتفاقيات مليار دولار جليلي لم يأتي ليحضر مشهد الحربي والدليل هذه النقطة التي قلت لك الرسالة التي لم يفهمها الموجودون في الخارج أن سوريا مستمرة في حياتها طريقية ولك بيحضر الحرم الضباب بالجيش العرب السوري الضباب بالجيش العرب السوري وبيجيبوا وراهم إيران وحزب الله ولي بدك إياه مش العكس ومش بالفاكس ومش بالبريد من يمتلك لحظة قرار كبس الزر هو رجل اسمه بشار حافظ الأسل تهينا هذه الزيارة بإطار التعاون والتنصيق وفي اتفاقيات آخر واحدة بمئة مليار دولار طبيعي شاف رئيس الحكومة طبيعي شاف وزير المصالحة طبيعي شاف رئيس الجمهورية وطبيعي أن يلتقي بعدد كبير من الناس أما المعتقد أنه جايين حضروا هلأ بس في الجليلي من الطيارة بدي بلش قصف الجلق لا مش يجب موضوع طيب سوريا وحدها تمتلك قرار الحرب والسن نيويورك تايمز الأمريكية اليوم كشفت النقاب عرفت أوباما تسليح المعرض السورية وفق خطة اقترحتها كلينتون بالتنسيق مع مدير استخبارات الأمريكية السابق باتريوس شوف خطة باتريوس باعتقدها خطة أصبحت من الماضي ولا قيمة لا خاصة مع التشكيلات الجديدة وعلى رأسه بريناند مدير للسي آي آي وهجل وزيرا والدفاع وكيري وزيرا الخارجي هذا الفريق الثلاثي هو الفريق المنظر للحرب الناعمة سوفت وير حرب الناعمة الأمريكي باعتقادة حتى بالموضوع الإسرائيل وقت الإسرائيل يعمل غارة شو عمل بيانة أمريكية قال عم يضرب حزب الله رايحة شحنة ومش شحنة خفف الموضوع واللي مش شايف الاشتباك بين بنيمينة تانيو وبين بارك أوباما بيكون غلطان فيه اشتباك حقيقي وجدي فيه تكسير راس إذا بد مضبوط الولايات المتحدة الأمريكية لا تتخلى عن إسرائيل وإسرائيل لا تستطيع أن تكون إلا ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية لكن في مطرح بتباينه في مطرح تختلفه في مطرح بتتفل طيب اليوم السياسي الخارجي الأمريكي هي التالي الحرب بالواسطة عبر العملاء والمرتزقة والتخلص من هذه التنظيمات الإرهابية وطوريط فرنسا بشمال إفريقيا بعد شوية بتتذكرنا يا خي حسين حبلش تطلع الانفجارات بفرنسا لأنه هذا المستعمر الجديد هولند راح زار مالي ومالي هي جزء من مشهد الليبي فات تحتل ليبيا فات احتل ليبيا وإن شاء الله أهل الليبيين تحرروها منهم وبعد احتلال ليبيا ذهب إلى المنظومة التي أرسع العقيد الراحل معمر القذافي وبدأ يضرب ويحتل الأمريكي يريد أن يورد الفرنسي في إفريقيا وشمال إفريقيا ويريد أن يورد الأدوات الصغيرة والوسائد في لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي الأردور وفي كل المنطقة لن تزدى بالولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب مباشرة سوف تبقى الحرب على شكلة الحرب الباردة اللي كانت بينها وبين الاتحاد السوبيتي طيب يعني فرنسا تمارس النفاق السياسي لا ليش لا؟ بليبيا ومالي؟ نحن عاطفيين زيادة على الزوم فرنسا في شركة اسمها توتال توتال للغاز والنفط راحت فرنسا احتلت ليبيا وأخذت 67% من عقود النفط عم بتحل مشكلة اقتصادية عم بيقول لن هولند للفرنسيين انتو عندكم بطالة وعندكم مشاكل اقتصادية الحال هي بالاستعمار الجديد وين في استعمار؟ في شمال أفريق راح نروح على شمال أفريق بس نحن بنصير هيك خياريين انو فرنسا ديجول وفرنسا الحربية لا 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 نفاق السياسي المقصود انها في سوريا تموّل أصابات الإرهابية تساعد لأصابات الإرهابية التكفيرية الوهابية وفي مالي دخلت إلى مالي بحجة معاربتها هذا عنوان معك حق هذا عنوان والمضمون جيب بولد صغير اليوم بخبرك انو فرنسا اليوم عدا تشغيل عند الأمريكي قريبا جدا سوف تنفجر أوروبا الأمريكي عم بحط فخ للأوروبا ماذا من تبهين هيفجر فيه وناد الفخ الأمريكي لا يريد تكتلات كبرى في هذا العالم واحد من أسباب الهجوم على سوريا أن الرئيس الأسد كان يسعى إلى تشبيك وبصراحة كان فيه تشبيك لبناني سوري تركي عراقي إيراني المخبول أردوغان قرر يطلع منه طلعت هو الخسران رحنا على منظمة البريكس كمان الأمريكي كان عامل إضافة لأنه يدخل الأمريكي لا يريد في هذا العالم مشهد تكتلات قوية يريد دولات صغيرة على طريقة عرسال وصيدة والتباني بس الآن معراق الله يكون بيعون أهلنا بالعراق لأن نفس اليد الغدر التي امتدت إلى سوريا عادت لتمتد إلى العراق من جديد وهذا الأمر ليس مستقربا نفس اللي عم بيخرب وراء عم بيخربونه وللأسف اللغة المذهبية عالي جدا بالعراق بالرغم أن العشائر العراقية هي من سنة وشيعة بنفس العشيرة نحن جذورنا تعود إلى أحدى عشائر العراق ونحن يعود نسبنا إلى جدنا الإمام زين العبدين بن علي عليه السلام وفيه هذه العشيرة من أهلنا لنعام يوجد السنة ويوجد الشيعة حتى في لبنان أنا بيخدق عبالبا بتنزل عبيروت هالعشيري فيها شيعة وفيها سنة طيب بالعراق كانت الخامي بالنص نص سيعة ونص سنة أولاد العام يريدون اليوم أن يذهبون بنا إلى أطول الإمارات الصغيرة واليوم نجحوا في إثارة الفتنة بين العراقيين وخصوصا أردوغان وخصوصا قطر النجاح متواضع نجاح متواضع والدليل أن العراق ما يزال موحدا العراق موحدا بس على الأرض هناك بعض المشاكل طبيعي نحن عايشين منطقة كلها عم تذلي أنا بيصير أقول لك أخي شو عم بيصير بالعراق شو عم بيصير بعرسال شو بتوقع يصير غير هيك سوريا هي قلب هذه المنطقة وعندما يتعرض القلب إلى طعنات لابد أن يتشضى الدم في كل وجدان هذه الأمة وفي كل شرايين هذه الأمة كل اللي حوالين سوريا هم شرايين تصل إلى القلب هذا القلب موجود في دمشق اليوم القلب موجود وعم بتعرض للطعنات فطبيعي التال ارتداداتكم موجودة وأنا رح لك كل يوم بتطول في الأزم السورية أكتر رح تشوف الجروح تمفتح بعالمنا العربي والإسلامي أكبر طيب لنتان استماعت لتصريحات سيد نور المالك رئيس الزراء العراقي وحديثه عن سوريا وحديثه عن العراق وبعض محاولات الأطراف التي تريد من العراق التفتيت القسمة لإثارة بعض النعرات اليوم هناك مشاكل في العراق بعض الناس يقول لك يا أخي هاي المشاكل اللي عم يصير في العراق هي في مصلحة سوريا يجيك شخص آخر يقول لك لا يا أخي اللي عم يصير في العراق هو للتأثير على سوريا وهو نتيجة لما يحدث في الأراضي السورية ومشابة للسيناريو نفسه مش لا صلحنا حتما لأن العراق رئة من الرئات التي يتنفس منها الاقتصاد السوري واليوم البضائع التي تنتج في الساحل وفي دمشق بالأسف اليوم حلب معطلة يتم إرسالها في الشاحنات وبيعها إلى السوق للعراق من العصير للمحارم للمواد الغذائية لا 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 إلى خليل مطلوب تسكير هذه الرئة لخنق المواطن السوري واليوم أنا بل لك يا أخي حسين اليوم استسلم الغرب بخيار العسكري صار إلو واضح أن الجيش اللي ما قدر تهزمه بسنتين ما رح تهزمه بعشرين سنة اليوم الخيار هو الضائق الاقتصادية أنه إحنا منعصر نعصر المواطن السوري حد ما ينفجر اليوم هذا الخيار والحرب على العراق ليس رح تسكر الحدود ليس سكر الحدود ولاش حركة دار الزورك الله لكي تمنع تلك القافلات التجارية من العبور إلى العراق بكل صراحة الحرب على العراق هي حرب على السورية وهي حرب على الرئة السورية التي تتنفس منها اقتصادية هل هناك أحد يقول عكسها بالكلام الذي يقول عكسها بالكلام ماذا قل له بخير في واحد بيكفر بأول فيه في ناس اليوم بتعمل أحصاب يطلع معك فيه ناس ملحدين رب العالمين اللي خلق هاي الدنيا كلها فيه ناس مش شايفين وأنه موجود طبيعي فيه ناس يكون عندها قيار في واحد بيطلع بيعمل بيان أنه أنا قصفت جمرية بقع شوية بيطلع الإسرائيب يقول لا أنا قصفت بيقوم بيصحب تصريحه وأنا بتحددك روح دور عدد تصريحه طبعا نحنا قمنا بالبحث لم نجد كل التصريحات التي ينزلوها سحبت ثاني يوم صباحا قبل أن يصدر بيانة جيش العرب السوري تمت سحبة تركيا تركيا أنا كنت منهمك بالأيام الأخيرة في قراءة تجربة نجم الدين أربكان نجم الدين أربكان بالعام 1996 فاز في الانتخابات التركية تحت عنوان حزب الرفاهة الإسلامية وكان أردوغان تلميذ من تلميذته وكان أحد موسطاء بينه وبين دولة مشرحة نسميه على الهواء كان يروح يجيب منه المصاري يجيب أرر نجم الدين أربكان بعد فوز بالانتخابات في قيام أول زيارة خارج تركيا إلى الجمهورية الإسلامية في إيران وقابل السيد هاشمي رفسنجاني رئيس الجمهورية ورد الزيارة هاشمي رفسنجاني إلى تركيا وصرح نجم الدين أربكان تصريح شهير قال نحن في أوروبا عمال لا قيمة لنا وقال أن الأوروبا هي عبارة والاتحاد الأوروبي عن ثلاثة مستويات المستوى الأول مستوى الدول الكبرى مثل ترانسا وألمانيا والمستوى الثاني هو مستوى الدول العمالة بمعنى العمالة اليد للعاملة والمستوى الثالث هو الدول أي السوق الاستهلاكية وقال يريدون مننا أن ندخل إلى الناتو ليستفيدون من عسكرنا لكن لا يريدون مننا أن ندخل إلى الاتحاد الأوروبي لنستفيد من اقتصادهم إذن يقول نجم الدين أربكان علينا أن ندير ظهرنا إلى الانضمام إلى أوروبا وأن ننظر إلى هذا المشرق العالم الإسلامي ودعا إلى التأسيس الاتحاد الإسلامي هو عبارة عن أربع دول إيران العراق تركيا سوريا ومن الترائف محاضر الجلسات وأنا عم بحضر محاضر الجلسات وعندما نجمعها بركة إذا بقي معنا وقت يطلع تطلع بكتيب يسأل وماذا عن لبنان فيقول عندما نتحدث عن سوريا نحن حتما نقول قد تحدثنا عن لبنان وبيقول بأحدى الجلسات أن هذه الدولة متوازنة من كل النواحي اقتصاديا وديمقرافيا وحتى طائفيا فكان التأنيب الأمريكي ومن بعد التأنيب الأمريكي جاء العسكر ليضع نجم الدين أربكان في استجن وينفيه ويضعه في الإقامة الجبرية ربح أردوغان للانتخابات ونجم الدين انتقد أردوغان تعلم أردوغان من تجربة أربكان وكان عليه أن يختار بين طريقين وعلى فكرة محمد مرسي هلا عنده نفس الحالة إما أن يختار تجربة معلم نجم الدين أربكان ويذهب إلى صدام مع العسكر وإما أن يذهب إلى التسوية مع الأمريكي وبصراحة عندما كان يلتقي الرئيس الدكتور بشار الأسد في أردوغان وعندما كان يقوم سيد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله حفظه الله ويقول من قلب الضحية الجنوبية نحن نرحب بالطيب أردوغان كانت سوريا وكانت المقاومة تريد هذا التشبيك وهذا المشروع القديم مشروع نجم الدين أربكان لكن أردوغان مع بداية الربيع العربي وأذا تنتبه أول 3-4 شهر ما أخذ موقف بالأزمة السورية بالعكس أحمد داود وغلو جزار حمان وأنا كنت موجود مع وفد تركي رسني من مستشارين أردوغان في قلب حمان وفي قلب حمص بعد 3-4 شهر بعت وراء الأمريكان وقالوا له عندك حلم 2 أو بتعمل ديل اتفاق معنا أو بدك تروح وتمشي بهذا الربيع العربي وتطلع من علاقتك مع سوريا أو بدك تصير فيك مثل نجم الدين أربكان ونحطك بالإقام الجابري فجاءته النصيحة من عبدالله جول ومن أحمد داود أغلو لنذهب إلى التسفية الأمريكية وهيك صار من أصل 11 ضابط كبير في تسع ضباط بالإقام الجابريي وتخيل مدير المخابرات بتركيا وهو كان قريب لسوريا إن شاء الله بحلقة نجيب لك وثائق نكشفها يمكن لأول مرة على الهواء تم وضعه بالسجن قال ليش؟ لمرة من المرات شوف التهمة قال ليش هي عشر ستين مرأة على رسالة أمنية بتقول إنه في صحيفة عم تنتقد أردوغان أشتر هو إنه شافر أعتبر هاي الإشارة إنه محاول لانقلاب وكبه بالحبس وكبه بالحبس ولأسباب كمان طائفية مش تحفوه بالتفاصيل إذن اختار أردوغان أن يضع هو العسكر في الحبس وأن يذهب إلى تسفية من عملك اليوم شو اللي صار؟ شو اللي صار؟ لقى حاله أردوغان لمشروع الربيع العربي ربا وهولي النازحين السوريين وأنا أصدقائي كانوا بالأناضون طعب بالقهوة بتشوفهم حلقين شواربون مربين دقنن على الشكل طوال الأمراء بلا شو يطف شو السياح واليوم جماعة اللي عم يفلوا من سوريا شو عم يشتغلوني كان علماء زرة العملون انتصارية عم يشتغلوا يا دعارة يا مخدرات يا سر أي ناصد لأنه اللي فيه شرف وقرامل مرحة تركية اليوم صار فيه عبء اجتماعي وبلش يشهد أنه يعطونا مصار بلنطعمهم ونشربون وبدأ يعيد حساباته وفي السعودية يا أقحسان هناك فريق جديد بدأ يتقدم على حساب الفريق القديم وعلى رأسه الأمير مقرن الذي لطالما كان ينظر إلى التقارب مع سوريا ولا معادلة سين سين والسعودية اللي كانت عم تدفع لأردوغان بدل خسائره من اتفاقياته المجحفة مع سوريا يبدو الآن أنها تقترب بأن لا تدفع خاصة مع مقاله السيد نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية أن هناك ائتلافين ائتلاف تركي قطري مقابل ائتلاف سعودي سوري عراقي بدأ يتكور إماراتي طبعا أعتقد في الأيام القادمة وفي الأشهر القادمة سوف يكون أمام أردوغان أحد الحلين أما أن يعمل أن يطافة كبيرة على شكل كوليد جملاط وأما سوف تذهب تركيا إلى الانفجار وسوف تتشضى وواضع السمي شاربه شاربه طبعا هو شرب من السم والآن يشربه هناك احتجاجات شعبية كبيرة هناك المعارضة التركية ترفو سياسات أردوغان في جميع المحاور حتى العسكر هم اليوم ضد أردوغان سوريا يعني أود أن يكون ملف الأخير الذي أختم به الملف السوري طبعا هو كل حديثنا عن سوريا وإن كان في العراق وإن كان في لبنان وإن كان في تركيا نحن أين وصلنا اليوم نحن وقلنا خلال الحلقة وفي بداية الحلقة نحن في منعطف ضيق بين الثلاثين بين الانفجار الكبير والحرب الصاروخية وبين التسوية الكبيرة التسوية التي تقوم على مصالح سوريا والتسوية التي يوقعها بيده الدكتور بشار الأسد وهذه التسوية سوف يكون المنتصر بها هو الجيش العرب السوري ومن ينتصر في الحرب هو الذي يخط التسوية بيده وبقلمه فكيف إذا كان يخطها بدمه منذ اللحظة الأولى كنا نقول هذه الحرب ما بتخلص وما بتنتهي وما بتوقف لا بشهر ولا بثنين ولا بسنة ولا بثنين اليوم نحن نعيد ونكرر ونقول نحن في حالة مراوحة بانتظار إما التسوية وأما الانفجار الكبير لكن اليوم دمشق فيه دمشق يشهد بدمشق اليوم تستعيد ياسمينها نعم وأن وجد الأرحاب كما تستعيد دمشق ياسمينها أيضا حمص تستعيد ياسمينها إن شاء الله وأيضا هناك موادر خير كبيرة في حما وفي ريف حما وفي العديد من المحافظات نحن يا سيد الكريم أمام دخول العام الإسرائيلي إلى الأرض السورية لم يعد هناك مكان لن التنظير ولا للحديث ولا للكلام بالعنوين البراقة معارضة الداخل معارضة الوطنية والمعارضة المفجرة أو مع إسرائيل قوضة إسرائيل شرف عم تقول سنداي تايمز عم نحضر جيش لحد وحزام 16 كم شرف هلأ الناس بتختار إما تلطح بجيش الدفاع وبجيش العرب السوري وأما تلطح بجيش لحد القادم إلى سوريا الزنيل سالم زهراء مدير مركز الارتكاز الإعلامي الإعلامي معنا في قناة الإخبارية السورية شكرا جزيلا لك سمحونا على الصراحة سمحونا على بعض الجرأة رأيك هذا نحن كما نحن وكل ما قلنا لا تتحمل مسؤوليته لا الإخبارية ولا مركز الارتكاز الإعلامي نتحمل مسؤوليته نحن اسمح لي قبل ما أوصل عندك على الحلقة انتقايب طلاب المتفوقين في الشهادات الرسمية في سوريا طلاب وطالبات أعمارهم ب13 و14 و15 سنة من كل المحافظات من دير الزور ومن الحسكي ومن الرقة ومن السوادة ومن طرطوس ومن اللدئي ومن كل هذه المناطق التي نحب هؤلاء يكبر بنا قلبهم هؤلاء نشعر معهم بلدة الانتصال هؤلاء هم صورة الإنسان السوري الذي لا يريد أن ينكسر كل القصر كل انقطاع الكهرباء كل انقطاع وصائل الاتصال وكل الخطف وكل القتل لا يزال هناك فتية سوريين بالأمس شفتهم رأيتهم في الأولمبياد العلم السوري يتفوقون في الفيزياء والرياضيات والكيمياء على طلاب العالم كل العالم وينلون جوائز واليوم أراهم مع مدراء مدرسهم ومع أهلهم يتفوقون على ذاتهم على ذاتهم وما أعظم الإنسان حين يتفوق على ذاته وأنا أسمح لي بدي أقول على الهواء مساء الخير للسيدة الأولى أسماء الأسد هذه السيدة الفاضلة اللي عرفت أنه هي عم ترعى هذه المواهب الشابة التي تستحق الرعاية نعم نحن نقطع ونحن نذبح ونحن نقطع ونحن نقطع الذين يقاتلون للدفاع عن كرامة سوريا للدفاع عن شرف سوريا وهم منتصرون بصمودهم وتماسكهم مع أخوتهم السوريين أينما كانوا هذه تحية مني أنا محبثكم سين الفياط السلام عليكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا